المفاجآت اللي ممكن نشوفها في القائمة المفاجآت اللي ممكن نشوفها أول مفاجآت عودة أحمد فتوح مرة تانية لقائمة منتخب مصر بعد مشاته في المباراة الأولى وخلاص بنسبة كبيرة جدا هو اللي هيقود الجبهة اليسرى في المباراة القادمة إن شاء الله المفاجآت تانية إنه ربما نشوف كمان دخول حسام عبد المجيد في قائمة منتخب مصر للمرة الأولى وأيضا ربما نرى محمد طاهر في قائمة المنتخب اللي في شهر وقصام مجيد وطال محمد طهش بالزبط ممكن نشوفهم في الكرام بالزبط تسامت ليه؟ نكمل؟ كم طيب وارد يعود إمام عشور من جديد وممكن دونجد ده دي نوع طمام أنا بختلف مع وارد وارد يعود إمام عشور من جديد للمنتخب وارد بشكل كبير جدا منتخب مركز مع إمام خل بالك ما فيش خلاف قوي يعني ما فيش أزمة ما بين جاز وإمام في زعلة في زعلة خفيفة وفي تحفز على المستوى مؤخرا لكن طالما أنت بدأت تستعيد مستوىك والدنيا هتمشي مش مشطار يعني احنا مش بنخلص الباب المنتخب مش مفهولة طبعا مش مفهولة على أي حد يعني الموضوع موجود ومفتوح اسم رمضان صبحي بيتردد شوية كده هيبقى متوقف أنه هو يشارك مباراة بيرامدز وإمبي لأنه هو مشاركش المطش الأولى مشكلة مع الإدارة بسيطة كده تحلت وخلصت بسبب مكافئات كاس مصر اتحلت فممكن يخش لأنه يارد نشوفه في التشكيل الأساسي البرامدز أمام إمبي لو لعب هيبقى فيه فرصة أنه هو يخش المنتخب لأن كابتن حسام على الرغم من أنه هو مش هيخل يعني مش هيساعد لعبة كتير زي ما حصل مع صلاح لكن عايز يدخل بعض اللعبة يبدأ يدخلهم مع لأنه هو دايما كابتن حسام لما تتكلم معي يقول لك إيه أنا عايز أعمل حاجة زي تلحم أجيال مش فكرة بقى أن أنا إحلال وتجديد هو كابتن حسام بيحبش جملة إحلال وتجديد ولكن يحب جملة تلحم أجيال أنا بلحم الجيل اللي صاعد مع الجيل اللي سنه بيتخطط 30 فبدخل الجيل ده مع الجيل ده فممكن نشوف أسماء زي ما حسام قال كده فاتتوق حسام عبد المجيد نشوف أكتر لو لعب شكرا